السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية عمل إعلان ممول على الأنستجرام أولا افتح أنستجرام ثم انقر على ملفك الشخصي أو حسابك الشخصي من هنا الآن يجب عليك التأكد من أنه يوجد لديك حساب احترافي وليس شخصي ولمعرفة ذلك قم بالنقر على المنشور الذي تريد عمل له إعلان إذا ظهر لك بهذا الشكل فأنت لديك حساب شخصي ويجب عليك تحويله إلى حساب احترافي أو تجاري ولتحويل حسابك إلى احترافي بكل بساطة نقوم بالضغط على ثلاث عوارد من هنا ثم ننزل إلى الأسفل حتى نجد نوع الحساب والأدوات نقوم بالنقر عليها ثم نضغط على تبديل إلى حساب احترافي نضغط على متابعة الآن اختر الفئة التي تخص حسابك مثلا أنا سوف أختار مدون ثم سأنقر على تم هنا يجب عليك اختيار هل حسابك يعني يخص منشئية المحتوى أو أعمال أنا في هذه الحالة سوف أختار منشئ محتوى سأضغط على ليسى الآن ثم سأزيل هذه الصفة الآن على سبيل المثال أنا أريد عمل إعلان ممول لهذا المنشور سأضغط عليه ثم من هنا كما تشاهدون لقد ظهر هذا الشريط هنا سوف أنقر على ترويج المنشور هذا الشريط يظهر فقط في الحسابات الاحترافية وليس في الحسابات الشخصية الآن سأضغط على ترويج المنشور سأضغط على أبرز منشوراتك الحالية هنا يطلب منك تحديد بهل تريد عمل إعلان بحساب إعلاني على الفيسبوك أو دون حساب إعلاني على الفيسبوك إذا اخترت هذا الخيار سوف يستخدم معلومات الدفع التي قمت بها مسبقا في الفيسبوك سوف يستخدم معلومات الفيسبوك لإنشاء إعلان أما الخيار الثاني فهو منفصل عن الفيسبوك وسوف يتعين عليك إضافة معلومات دفع جديدة وإعادة تعيين إعدادات الإعلانات حتى تتمكن من تشغيل عمليات الترويج أي أنك سوف تستخدم المعلومات الخاصة بالانستغرام الجديدة أنا سوف أختار الخيار الثاني ثم سأضغط على متابعة هنا يسألني ما الإجراء الذي تريد أن يتخذه الأشخاص عند رؤية إعلانك هل زيارة ملفك الشخصي أم زيارة موقعك على الويب أو مراسلتك أنت هنا ستختار حسب نوع الإعلان الذي تريده مثلا أنا سوف أختار هنا زيارة ملفك الشخصي ثم سأضغط على التالي هنا يسألني من الأشخاص الذين تريد أن يروا إعلانك سأضغط هنا على إنشاء جمهور الخاص ثم سأترك اسما للجمهور مثلا ساعات ذكية الموقع سوف أختار الموقع مثلا سأختار المغرب أنت يمكنك يعني اختيار الكثير من البلدان وليس بلد واحد فقط على حسب يعني نوع إعلانك مثلا أنا أريد فقط أن يظهر في المغرب هنا محلي يعني يمكنك وضع عنوان محدد لنطاق محدد وهنا عزيزي المشاهدين ملاحظة كلما حددت يعني نطاق جمهورك سترتفع يعني نسبة الإعلان سوف يكون إعلان غالي لأنك يعني حددت جمهور معين بالضبط الآن سوف أضغط على عملية صح من هنا بعد تحديد الموقع بالضبط الاهتمامات هنا سوف أختار النطاق الذي أريد أن يظهر فيه إعلاني مثلا سأكتب ساعة ساعة ذكية إلكترونيات استهلاكية وبالتالي يعني سوف يظهر منشوري فقط عند الأشخاص المهتمين بساعة بالساعات الذكية يمكنك تحديد عدة يعني عدة فئات مثلا أبل واتش ساعة إكسسوارات أي شاء عنده علاقة بالساعق بتحديده لكي يعني تستهدف جمهور أكبر وبالتالي ستكون يعني تكلفة الإعلان أقل Automatic Watch يعني هنا حدد ما تشاء يعني من الفئات ثم إضغط على عملية صح كلما حددت يعني هنا الفئات أكثر كلما يعني ارتفع حجم الجمهور والتكلفة يعني كانت أقل سأضغط على عملية صح من هنا العمر هنا والجنس هنا أعزائي المشاهدين يمكنك أن تختار هل هذا المنشور تريده أن يظهر عند الدكور فقط أم عند الإينات أنا سوف أختار الاثنين أنت إذا كنت تختار واحدة مثلا الأنت قم بتركها في الأنت فقط أما أنا سوف أختار يعني الجميع وهنا سوف أحدد العمر من 18 سنة إلى 65 سنة أنت يمكنك التحكم في هذه الإعدادات حسب حملتك الإعلانية ثم سأضغط على صح من هنا سأضغط مرة أخرى على صح لأننا أكملنا هذه البيانات ثم هنا سأضغط على التالي هنا يقول لك ما المبلغ الذي تريد إنفاقه الميزانية اليومية مثلا هنا 5 دولارات يوميا يعني سوف يتم إنفاق 5 دولارات يوميا أنت يمكنك يعني تحديد مثلا دولارين أو دولار حسب يعني حملتك الإعلانية ثم ستضغط هنا على المدة تشغيل هذا الإعلان حتى تقوم بإيقاف تشغيله مؤقتا يعني يمكنك يعني ترك هذا الإعلان لا يتوقف حتى توقفه أنت بنفسك يعني يشتغل بشكل يومي حتى تقوم أنت بإيقافه أما إذا كنت يعني تريد تعيين المدة يعني تحديد مدة معينة مثلا هنا يعطيك 6 أيام يمكنك رفعها إلى 30 يوم كما تشاء مثلا أنا سوف أضع من هنا فقط يومين ويتوقف الإعلان إجمالي الإنفاق يقول لي دولارين في اليوم سوف تأتيك 4 دولارات في يومين معدل الوصول يقول لك سيصل هذا المنشور من 6200 إلى 16000 شخص ثم سأضغط على التالي هنا هذه هي آخر خطوة تقوم بالضغط على طريقة الدفع من هنا إضافة طريقة الدفع وهنا تقوم بإدخال رقم بطاقتك البنكية ثم تضغط على Next بعد إدخال يعني كارت الخاص بك فيزا أو ماستر كارت تقوم بالضغط من هنا على ترويج المنشور وهكذا سوف تقوم بإنشاء حملتك الإعلانية وإلى هنا عزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد ونراكم في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا